اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذي اقدمت عليه امرأة في العقد الثالث من عمرها بعد ظهر اليوم على مقربة من دورية امنية بشارع الاحبيب بورغيبة بالعاصمة وخلف اصابة خمسة عشر امنيا وخمسة مدنيين بينهم طفلان هنا في شارع الاحبيب بورغيبة وسط العاصمة قبالة مقر المسرح البلدي هذا ما تبقى من مسرح التفجير الذي قامت به المعتدية على دورية امنية لا خسائر في الارواح فقط منفذة الهجوم لقد حتفها على عين المكان وبعض الاضرار المادية في سيارة الدورية الامنية واصابات طفيفة ومتوسطة الخطورة طالت خمسة عشر امنيا وخمسة مدنيين من بينهم طفلان فصيل العملية تفيد باقتراب منفذة الهجوم من الدورية وتفجير نفسها بعد ذلك مباشرة هذا ما توفر من معطيات حد الان قوات الامن سارعت الى اغلاق الشارع وتطويق المكان فيما هرعت سيارات الاسعاف والحماية المدنية الى نقل المصابين الى اقرب المستشفيات اما جثة منفذة الهجوم فقد نقلت بعد المعاينة ليستكمل اعوان المخبر المتنقل فحص المكان بعناية ورفع كل ما يمكن ان يكون له علاقة بالتفجير فيما تعهدت فرقة مكافحة الارهاب بالقضية للبحث اكثر في تفاصيلها وملباساتها وكل من يمكن ان يكون له علاقة بها تفجير انتحاري اخر يستهدف وسط الحاصمة بعد تفجير حافلة الامن الرئاسي في شهر نوفمبر عام 2015 ويحضر معنا في الستوديو المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة الامن الوطنية العميد وليد حكيمة سيد العميد اهلا بك وشكرا لك على قبول الدعوة بداية ما هي حاصلة هذا التفجير وملبساته ملبسات التفجير هو انه على الساعة 13.55 قامت امرأة بتفجير نفسها على مقربة من دورية امنية وسط العاصمة نحمد الله ساعة اولا انه ما فاماش خسائر في الارواح على اثر التفجير هذي اللقات حتفها على عين المكان المرأة هذي مش معروفة لدينا في المصالح الامنية ما معناها ليست معروفة لديكم معناها مش معروفة عنها انه عندها علاقة او قرب من جماعات متطرفة او نشاط من نوع هذي بالنسبة للحصيلة الحصيلة متاع الاصابات عنا 15 اصابة في صفوف الامنيين وخمسة اصابات في صفوف المدنيين لديك معلومات عن حالاتهم الصحية لان حالاتهم الصحية فيهم العديد منهم اللي بداوا يغادروا بالنسبة للامنيين والمدنيين البنسبة للامنيين فمى ثلاثة حالات فقط مستقرة لكن مزالوا موجودين بالمستشفى نظرا لكونوا الحالة بتاعهم تستدعي نوع من العيني متابعة للحالات الأخرى حالات بسيطة وخفيفة وفيهم العديد منهم اللي غادروا المستشفى طيب كيف واجهت الوحدات الأمنية هذا التفجير منذ وقوعه؟ هو أول ما صار التفجير هذا تولت وزارة الداخلية بإغلاق شارع الأحبيب بورقيبة وعزلو بعد المواطنين من المسلح الجريمة أولا لتأمين السلامة متاحهم ونفسحوا المجال لوحدات الأمنية المختصة كما الشرطة الفنية تقوم بالأعمال المعهودة متاحها رد الفعل لوحدات الأمنية وهذا بشهادة شهود أيان كنا نسمعوا فيهم في عديد من المنابر الأعلامية يقولوا اللي كونوا ردة الفعل معناها كانت حينية معناها ثواني ما تصلش حتى إلى دقائق كانوا على عين المكان وبدأوا بالعمل اللي متاحهم في تعاطي مع العمل لذلك بالنسبة للتي قامت بهذا التفجير الانتحالي هل لديكم المعلومات إضافية عنها؟ المعلومات اللي عنها اللي كونوا هي عمرها 30 سنة من جهة المهدية هي غادرت محل السكنة بتاحها عندها ثلاثة أيام تقول اللي كونها مجازة في اللغة الأنجليزية وتقول اللي هي خارجة ماشية تبحث عن شغر من هذه المعطيات الأولية اللي عنها ومن ننساوي الزادة اللي العملية دي صارت عندها سوائعات ما عندهش برشة دونك على إثر هذية فما تعهد للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب هذية بتعليمات من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشيء تتعهد بالقضية الأبحاث توا قاعدة جارية استنفار في كافة الوحدات مختلف الوحدات بكامل تراب الجمهورية وهذية الكل بتباع بالكشف على ملابسات هل هناك إيقافات مباشرة بعد وقوع الحادثة؟ ما نجموش نقوله إيقافات توا حاليا تنجموش نقول اجتباه لكن البحث الجاري ما نجموش نعطيه معطيات إلا ما تكون ثابتة ومتأكدة متى ستعلمون عن كل التفاصيل هل هناك ندوة صحفية مرتقبة؟ أكيد أكيد ومتى؟ متى ما نجمش نقولك متى لكن حالة ما تتوفر المعطيات اللي تكتمل فيها الصورة مش نجموش نقدموها للرأي العام والصحافة أكيد بيش تكون فهمة ندوة صحفية قريبا وقريبا جدا المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة الأمن الوطنية سيد العميد وليد حكيمة شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل شكرا هذه العملية لاقت تنديدا من قبل الروساء ثلاثة الذين نعتبروا أن الحرب على الإرهاب ما تزال قائمة خمسة عشر أمنيا وخمسة مدنيين من بينهم طفلان كانت حاصلة الإصابات المباشرة نتيجة التفجير الانتحاري الذي جد اليوم في شارع الحبيب بورغيبا بالعاصمة وفي أولى ردود الفعل حول هذا الحادث أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من برلين أكد أن الإرهاب ما زال قائما وأن الرسالة موجهة للمسؤولين والأحزاب وعلى الجميع فهمها الإرهاب ما زال قائم في قلب العاصمة أحنا ظننا أن ننتهي من المكافحة الإرهاب في المدن ولكن ما زالت الإرهاب في الجبال أصبح من المعنى أسراري للمسؤولين في تونس وكيف نقول المسؤولين، ليس فقل الحكومة المسؤولين في السياسة والأحزاب كيف يخرج أو ينقض على الكرسي أو يقف على ساقه معنى الكل وراه معنى ما يفيدش في تونس إن شاء الله على كل حال المسؤولين في تونس ينكبوا على أسبابه ومثاباته ونخطوش كان الأمور الظاهرة يعني هو كونه موجه للدولة للسلطة لهيبة الدولة وقوات الأمن هي اللي خلصت الأمورين رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي عاد عددا من الأمنيين المصابين في المستشفى العسكري أكد أن الحرب على الإرهاب ما زالت قائمة معظم الإصابات إصابات خفيفة ما عدا زوز حالات إن شاء الله تجاوز ومرحة الاختر العملية هذه عملية فاشلة اللي صارت اليوم ذكر أنه معنا مكافحة الإرهاب والحرب على الإرهاب دائما قائمة ونحيي قوات الأمن وقوات الأمن الداخلي وقوات الجيش على المجهودات الكبيرة اللي يقوموا بها في الحرب على الإرهاب ونطلب منهم مزيد اليقظة والحيطة في الفترة القادمة ولكن الحرب على الإرهاب ما هيش مسؤولية المؤسسة الأمنية والعسكرية فقط مسؤولية الناس كل مسؤولية التوانسة الكل اللي يجب أن يتوحدوا في الحرب على الإرهاب في السياق ذاته طالب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الذي ندد بشدة بالعملية الانتحارية بضرورة الإسراء في المصادقة على مشروع قانوني زجر الاعتداءات على القوات المسلحة المقدم للبرلمان منذ ثلاث سنوات جد على ضرورة انهاء الموافقة على القانون المتعلق بحماية الأمنيين الأمنيين قاعدين يقسيوا في مشاكل كبيرة وتعرضوا حياتهم وحياة فمتني والله متعرضة لذرر والإسراء إن شاء الله في أتمام هذا القانون يكون فيه فايدة للناس كل يذكر أن التحقيقات والحريات ما زالت جارية للكشف عن ملابسات هذه العملية ومعنا مباشرة من شارع الحبيب برقيبة بالعاصمة مفادة الأخبار لهناك من يطرهوني أماني كيف يبدو الشارع الآن وهل عادة الحركية له بشكل طبيعي أهلا بك أقبال إذن نحن هنا في مصرح الجريمة الحركة عادت جزئيا إلى شارع الحبيب برقيبة على اعتبار هناك بعض الأنهج المؤدية إلى هذا الشارع ما زالت إلى حد الآن مغلقة فيما الحركة عادت شبه عادية إلى شارع الحبيب برقيبة إذن مصرح الجريمة كما تشاهدونه معي الآن هنا في هذا المكان تحديدا في حدود تقريبا ساعة الواحدة وواحد وخمسين دقيقة بعد الظهر تمت العملية الإرهابية الجبانة حيث كانت هنا دورية أمنية سيدة في الثلاثينات فجرت نفسها بحزان بداية طبعا بعد العملية وبعد مجموعة من الحوارات مع سواء كان رجال الأمن أو عدد أيضا من المواطنين نؤكد أن المعنوات مرتفعة معنويات تونسيين وأيضا معنويات رجال الأمن الكل اليد في اليد الكل مع تونس ضد الإرهاب ولا كلمة سوى تحيا تونس نرى المترو يمر ورائك وسأتمرت أكيد كل هذه النقاط السوداء من أمامنا بإذن الله وكيف يعني هل عاد المواطنون للمرور بشارع الرئيس في العاصمة وهل عادت كل تجليات الحياة فيه نعم قبير في الحقيقة هنا عديد المقاهي واصلت عملها عديد المحلات أيضا واصلت عملها والمواطنون أيضا عند استكمال أعمالهم أيضا مروا هنا على اعتبار النشار على حبيب بورقيبة يمرون منه إلى محطة برشلونة إلى البساج إلى عديد نقاط التي تؤدي إلى مناطق عديدة من تونس والأحواز وتونس الكبرى وكما قلت المعنويات المرتفعة والتونسيون جميعا اليد في اليد لمجابهة الإرهاب وهذه النقطة السوداء التي سنمر طبعا منها بإذن الله شكرا جزيلا لك إلى نقاط ربما أيضا مذيئة في مستقبل تونس إن شاء الله الزميلة مني ترهوني كنت معنا من شرع الحبيب بورقيبة شكرا جزيلا لك إذن عدا نسق في شرع الحبيب بورقيبة إلى سيره العدي بعد تفجير الانتحار الذي وقع قبالة المسرح البلدي وهذه صور القادمة بعد العملية إرادة الحياة هي الأقوى هي الرسالة التي لخصت المشهد اليوم في شرع الحبيب بورقيبة سويعات بعد التفجير الذي جده هناك صحيحة فجعة كبيرة كنت بك لي نحكي رجعتني للتونتا متع محمد الخامس كنت في نفس البلاسة في الكوليزية هنا حاجة مجعلة الخرمي بلا الشارع ما زال ضوية ما زالنا هوني ما زال مقابليين ديمة تونس لابس التونس نقول إن شاء الله ربي معانا إن شاء الله المواطن يكونوا واعي معنا من ناحية جايين على بواب انتخابات قوينا مش مش نتيحو معانت هذا بش يزيدنا معانت شجاعة وجرأة بش نجيدنا نجابه للإرهاب في المتنية في الشارع صحيح نظفنا خلينا كل شي نظيف ما خليش بلص مصغ وحدة وطنية يرى عجل التونسيين أنها كلمة مفتاحا لضحف كل متربس بالبلاد معانا حتى حل مش نقاومه في الإرهاب ذايا إلا بالوحدة الوطنية والوحدة الوطنية الحقيقية مش كالشعبوية كل شي خاطر اليوم يلزم الخدمة والخدمة نخيونا مش نجب نقاومه للإرهاب نقولوا لمرجي الأمر ربي معاكم وربي يحرسكم يسونكم وقبل كل شي حرب على الإرهاب ليس السلاح فيها آلات وايتاد فقط بل أيضا عزيمة وثقة في مستقبل لا مكان فيه لأعداء الحياة وأدان عدد أمين وعام الاتحاد العامة تونسي لشغل نوردين الطبوب في تصريح إعلامي بالحمامات عملية التفجير التي جدت بشارع على حبيب بورقيبة بالعاصمة وقال ستبقى إرادتنا أقوى من خففيش الظلام بفضل مؤسساتنا الأمنية ويقظة شعبنا وشدد طبوب على هامشك تحيي مرتقى نقابيا لقسم المرأة وشباب والعامل شدد على ضرورة موصلة التحلي باليقظة إدانتنا لهذا الإرهاب الغشب ووراء إرادتنا وحبنا الحياة وقدرة الشعب التونسي وقدرة التحدي وقدرة السمود أنه مش ومش يستسلم للإرهاب مهما كانت التكاليف ومرة أخرى كذلك نقول أنه للسياسيين كفانة مهاترات كفانة تجذبات أمن البلاد ومصلحة تونس فوق المنظمات وفوق الأحزاب وفوق كل الأشخاص أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان لها التفجير الانتحاري معلنة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب تونس في مواجهة تطرف والإرهاب مضيفة أنها على ثقة بأن هذه العملية الغادرة التي تكشف الوجه البشع للإرهاب لن تزيد الشعب التونسي إلا تضامنا وتلاحما مع جهزة الأمن في مواجهة الإرهاب والإجرام لتعزيز مناخ الأمن والاستقرار وأدان عدد من نواب مجلس نواب الشعب التفجير الانتحار الذي جد بعد ظهور اليوم دعينا الجميع إلى توحيد الصفوف في مواجهة الإرهاب ردود تأتي خلال جلسة مخصصة لتوجيه عدد من الأسيرة الشفاهية لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والوزير لدى رياسة الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى ألقت العملية الانتحارية بذلالها على مجلس نواب الشعب النواب أدانوا العملية بشدة معتبرين أن أمن البلاد خط أحمر رغم كل الصراعات السياسية الحرب عليها بيكون متواصلة وبدون هوادة أيضا توقيتها يتزامن مع أزمة سياسية موجودة في البلاد لابدى اليوم من أن ننهي هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن تونسي إرادة الحياة فيه ستنتصر وإرادة تمسكه ببلاده وتمسكه بالحياة فوقها ستنتصر على إرادة القتل وإرادة الإرهاب مثل هذه الأعمال بنسبة لنا نحن نحن ندينها وندينها بشدة ورغم هذه العملية الانتحارية ووصل المجلس عمله عبر جملة من الأسئلة الشفاهية فالمحافظة على الأطفال والشباب والإحاطة بهم ومراقبتهم واستعادة اللحمة بين العائلة عبر التواصل والحوار اعتبرتها وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن زهل عبيدي من أوكد الخطوات من أجل إبعاد كل المخاطر عن الناشئة وحمايتها من أخطار الألعاب الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية كل ألم نقولها اليوم أنه فم روح وأروح بشرية ضاعت لأننا موقفنا للمجتمع متاعنا قضاء منع استعمال الهواتف الذكية لسمارتفون بشي تم تعميمها فلا نراجعين فيه لأننا بدنا بالتدرج مع بعض الولايات هذا الموضوع يأتي على خلفية سؤال تقدمت به النائب ليلة الوصلاتي عن كتلة النهضة فيما اختارت النائب عن كتلة الاتلاف الوطني ليليا يونس تقدم سؤال شفاهي حول أطفال الشوارع ظاهرة لا بد من وضع حد لها وفق نازيها لهبيدي فوراءها يقف تجار البشر يجيبوهم في كاميونيت ويحطوهم في الشارع ويقعدوا ويعسوا عليهم هذه كاسمها متاجرة بالأشخاص المتاجرة بالأشخاص هذه ممنوعة ويعاقب عليها القانو نعملنا مركز وإن شاء الله معناها بشي يولي يستقبل في الأطفال اللي هما يتجروا بهم ثم نحن قاعدين نتبعوا فيها العبيدة ذوما أن أبهل الكتلة الديمقراطية عماد الدائمي اختار أن يطرح على الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى سؤالا يتعلق بوضعية المستفيدين من قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين الفترات التي وقع تحديدها هي في حقيقة الأمر هي التي وضعت ضغوطات وهي في حد ذاتها من المشاكل الأساسية التي وراء التأخير في عملية صرف المنح تأخير خصوصا في دراسة الملفات من قبل الوزارات وقع تأخير في إرسالها للاستحكومة ومن المنتظر أن يعقد مكتب المجلس غدا اجتماعا استثنائيا قبيل الجلسة العامة للنظري فيما يمكن القيام به إثر التفجير الانتحاري لهذا اليوم نفذت عائلة الشاب أيمن العثماني الذي لقي حتفهم مؤخرا في منطقة سيد حسين بسجوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة ينضم إليها هالي المنطقة وذلك للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول مقتل أيمن العثماني وإعادة فتح التحقيق انطلقت بتونس أشغال منتدى شباب والمواطنة الذي تنظمه رئاسة الجمهورية بالتعاون مع مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة على امتداد يومين ويعتبر المنتدى امتدادا لندوة تم تنظيمها سابقا حول الوقاية من الانحراف والجريمة لدى شباب وذلك في طار تشخيص واقع الناشئة بكل أصنافها وبمختلف مستوياتها وترسيخ قيم المواطنة لتشباب تحديد مفهوم المواطنة وآليات تعزيزها في صفوف الشباب ودعم العلاقة بين الشباب والدولة مثلت محور منتدى شباب والمواطنة الذي يهدف إلى تشخيص واقع الناشئة بكل أصنافها ومستوياتها ليس بشتاعة دروس ولكن في تار التذكير بالمواطنة كمفهوم ثم خاصة جمع تجميع ممثلين عن دول أجنبية وخبرات تونسية وتبادل الأراءة حول الخبرات امتاعهم في الميدانة ذاية كما هو من القطاع الحكومي ولا من القطاع الخاص مهم جدا أن يكون الشباب حاضرا وفاعلا على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والجمعياتية والأمنية ونطرح هذا الموضوع لترسيخ الحوكم الرشيدة لقيم الأمن والمواطنة في تونس وفق مقاربة متعددة الاختصاصات وذمن سياسة أمنية تشاركية للشباب لضبط السياسات العامة للبلاد في كل المجالات وتم التأكيد خلال أشغال المنتدى على أهمية الخدمة الوطنية ودور المؤسسة العسكرية في تثبيت قيم المواطنة لدى الشباب إلى جانب تسليط الضوء على دور الفاعلين في مجال الشباب بضبط سياسات ترسخ الممارسة اليومية لقيم المواطنة قدمنا أشواط لباس بها على مستوى الترسيخ واكتساب القيم المواطنية التي ظهرت في سلوك بعض التلامذة ولكن طبعا نريد أن نؤكد هذا أكثر من خلال خطة عمل جديدة باش تقوم على منهاج جديد تم إعداده في هذا الإطار يأكد بصفة صريحة التوجه وهذا الخيار الوطني اللي باش يتأسس جملة من السلوكات وجملة من المواقف عند أطفالنا المتمدرسين نشتغل على المستوى التشريع على إحديث الوكال الوطني للعمل التطوعي نشتغل كذلك على المجال السمحلي للشباب بالتعاون مع البنك الدولي ونشتغل على المؤتمر الوطني للشباب المنتدى مثل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين التونسيين والأجانب حول قيم المواطنة مع الاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيقها على أرض الواقع عرض المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية نتائج التقرير الأخير الذي أنجزه خلال شهر سبتمبر المنقضي وقد أثبتت نتائج التقرير مزيد تأزم الأوضاع الاجتماعية في البلاد نبه رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود رمضاني من خطولة الأوضاع التي تشهدها تونس وما سيكون لها من أنعكاسات سلبية خاصة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأشار رئيس المنتدى إلى أن الأزمة الاجتماعية ستتفاقم في ظل غياب إصلاحات بمشروع قانون المالية لسنة المقبلة من جميع الانتقال الديمقراطي إلا بتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلا بتوازن أكثر بين الجهات إلا بعدالة اجتماعية أخرى اللي ما هدايا لما نشوفوشه حتى في قانون المالية الجاي يعني مفيشو ما يدل على أنه ثم انتباه إلى المسائل يعني الاجتماعية اللي مندهروا واللي تعرفوا أنتم اليوم عنا طبقة وسطة يعني ماشي وتترهل ماشي وتلتحق بطبقات الفقيرة تصريحات جاءت بناء على مرصده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من نتائج تقل بتفاقم محاولات الانتحار والتفاع معدلات الهجرة غير النظامية وأيضا تفاقم معدل التحركات الاحتجاجية بالعديد من الجهات الداخلية للبلاد الاحتجاجات الجماعية كيماريتو اللي هي تفاقم تب 33% بغبول سبتمبر 2017 اللي سجلنا فيها 370 احتجاج جماعي وطول 3457 في الاحتجاج الفردي فم الاحتجاجات الفردية عشرة اللي هما عشرة في ضربة جواء أو نداءات الاستغاثة الفردية أو الاعتصامات الفردية وفم 43 حالة متاع انتحار محاولة انتحار أو تهديد بالانتحار عنا أكثر من 6700 مهاجر توقفوا في السواحل التونسية من السلطة التونسية مبينة جانفي وسبتمبر 2018 وعنا 4504 مهاجر تونسي خلطوا للسواحل الإيطالية مبينة جانفي وسبتمبر 2018 عنا ولاية سفيقستة تصدر أول واحدة يحرقوا منها العباد لكثيرية قارقنا وبين تقليل المنتدى أن عوام العديد ساهمت في تأزم الأوضاع الاجتماعية تعود أساسا إلى غلاء المعيشة وتدهول القدرة الشرائية للعديد من التونسيين وأيضا ترد البنية التحتية في العديد من الجهات الداخلية وغياب مرافق الحياة الضرورية خاصة في الأليف خلال مشاركاتها في أشغال معتمر الجزائر للطاقة المستقبلية تم الاتفاق بين الجانبين التونسي والجزائري على تزويد مدينة ساقية سيد يوسف الحدودية بالغاز الطبيعي بداية من غرة ديسمبر القادمة تم الاتفاق اليوم بالجزائر بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسط سليم الفرياني ووزير الطاقة الجزائري مصطفى القيتوني على انتلاق تزويد مدينة ساقية سيد يوسف من ولاية الكاف بالغاز الطبيعي بداية من غرة ديسمبر القادم وذلك على هامش ملتقى الجزائر لطاقة المستقبل كل ابناء أيضا على ساقية سيد يوسف لكي نشغل الغاز الطبيعي في بداية ديسمبر وهذا يدل على أن العلاقات متميزة جيدة ومازال فيه في مجال الطاقة علاقات خرافي الإكسكشاف في المحروقات معنيين نحن نحب نشوف البرامج بتاع الجزائر على قطاع الطاقة وفيه طبعا شراكة على عديد المستويات مع أخوان الجزائرين مستوى الغاز بالأخص مهم يسر وطبعا فهم الجزائر يكمل الجزائر يمشي لإيطاليا اللقاء تناول أيضا المشاورات الجارية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية للمحروقات سوناتراك بخصوص تجديد عقد بيع الغاز أعطيت إشارة انطلاق برنامج مرفقة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للحصول على تصديق من طرف الصندوق الأخضر للمناخ وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتونس والقطاع الفلاحي من أجل الاستغلال الأمثل لتمويلات المناخ المتاحة لإنجاز مشاريع وبرامج التغيير المناخي من أجل تنمية قدرات الفلاحين والتصدي للتاثيرات السلبية التي ازدادت حدة في السنوات الماضية برنامج مرافقة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للحصول على تصديق من طرف الصندوق الأخضر للمناخ يندرجو ذمن بروتوكول التعاون بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية وقد تم اليوم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لهذا البرنامج والذي اعتباره المختصون خطوة مهمة لتونس وللقطاع الفلاحي من أجل الاستغلال الأمثل لتمويلات المخصصة للتغييرات المناخية هناك عدة شروط موجودة ومطلوبة من طرف الصندوق الأخضر كالشفافية وحسن التصرف أيضا يجب أن تكون هناك معناها هيكلة التي تتماشى مع المخاطر المخاطر الاجتماعية والمخاطر البيئية وقد أكد الخبراء والمختصون في المجال البيئي والتغيرات المناخية أهمية توفر جملة من الشروط للحصول على الاعتماد من طرف الصندوق الأخضر المناخ مؤسسة تريد الحصول على الاعتماد يجب عليها أن يكون عندها طريقة العمل طريقة العمل يجب أن تكون يعني مؤرخة في مساطير عمل وكذلك أي مشروع عملاته المؤسسة في ثلاث سنوات الماضية يجب أنها تعطيل الصندوق الأخضر للمناخ جميع المعطيات بأنها عندها كافة القدرات على أنها تنجز المشاريع ولد إشرافه على إعطاء إشارة انتلاق هذا البرنامج أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب أن إمكانية حصول وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على الاعتماد من قبل الصندوق الأخضر المناخ سيعزز قيمة التمويلات المالية للمشاريع إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المعطل بيئي أنه أول حاجة تكون مشاريع مهمة وكبيرة وتكون اعتمادات مهمة لفاية الوكالة ولكن الأهم من هذا هو أن الوكالة مستقبلاً في المعايير متاحها متاع المشاريع بشتدخل المعطل بيئي كمعطل أساسي معناها كل المشاريع يجبها تكون فيها الأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات متاع تغيرات مناخية متاع الاستدامة متاع النشاط الفلاحي ونشاط البحري إمكانية حصول وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على الاعتماد من قبل الصندوق الأخضر المناخ سيساهم في تطوير نشاطها خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية ومتابعة البرامج الفلاحية ينطلق مجلس نواب الشعب في النظر في جملة من مشاريع القوانين خلال المرحلة القادمة وفي أولويته مشروع قانون المالية لسنة 19-2000 وقد أكد ذلك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مع انطلاق تنصيب اللجان القارة والخاصة يعد مشروع قانون المالية لسنة 19-2000 من بين أهم الأولويات المطروحة على أشغال مجلس نواب الشعب مع انطلاق تنصيب اللجان القارة والخاصة من بينها اللجنة المالية والتغطيط والتنمية بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالخصوص عن الميزانية لابد ننظر فيها ونحذرها وتكون جاهزة أقبل 10 ديسمبر إذن العمل اللجان كل بيش تنكب على الميزانية نظر في الميزانية والاستماع إلى سادة الوزراء وأعداد الميزانية إلى جانب عدة مشاريع قوانين التي يجب أن نحذرها في الوقت المناسب البعض منها جاء من طرف الحكومة والبعض منها هو نتيجة مبادرات قاموا بها النواب ومن بين اللجان التي تم تنصيبها اليوم لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الفلحة والأمن الغذائي ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية التي يعد ملف المحروقات والإقالات الأخيرة سلبة وزارة الطاقة من أوكدي أولويتها اللجنة ستبدأ النظر فيما تعلق بملف الحق المنزل في المقابل المستير الذي بسببه تم حل وزارة الطاقة وحلتها إلى وزارة الصناعة علماً أن الهيئات الرقابة استكملت التقرير وأحيل ملخص منه إلى المكتب المجلس واتفقنا على ضرورة التعجيل بالنظر في هذا الملف وسيكون من أولويات لجنة الطاقة خلال هذا الأسبوع إن شاء الله وبمناسبة تنسيب الليجان أكد رئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر على وجوبية انضباط النواب فيما يتعلق بالحضور وتسريع نساق العمل خاصة بالنسبة لمشاريع القوانين التي فيها استعجال نظر بغاية تقديم الخدمات للمواطنين والنفاذ إلى المعلومة في قطاع النقل وتطوير خدماته أعلنت كل من وزارة النقل والجمعية تونسية للمراقبين العموميين عن الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبيانات المفتوحة الخاصة بقطاع النقل اعتماد النقل الذكي عبر إدماج تطبيقات التكنولوجيات الحديثة وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإتاحة المعطيات العمومية للعموم والتي تهم قطاع النقل على غرار توقيت السفارات ومواقع المحطات وأسعار التذكر معطيات ستعمل على توفيرها المنصة الإلكترونية للبيانات المفتوحة داتا ترونسبور فتح المعطيات هيم جدا في القطاعات الحساسة كقطاع النقل لأن المواطن الموجود في قطاع النقل يهم المواطن في حياته اليومية خاصة فيما يتعلق إرشاده وأعلامه بكل ما يتعلق بتنقلاته مثلا من مكان السكن أو العمل أو أعلام التلميذ في تنقلاته للدراسة منصة إلكترونية خاصة بقطاع النقل أحدثت بالشاركة مع برنامج أنشر ستسمح بإحداث تطور هام في هذا القطاع وتطوير خدمته وخلق فرص استثمارية ومواطن شغل للشباب مرحلة مهمة أنه نوفر البيانات هذه في شكل مفتوح مفتوح للعموم مع أنت أي مواطن النجم يدخل يعرف المعلومات هذه في شكل مفتوح بشباعت الشباب متاعنا يطور تطبيقات تعطينا كما نتنقل المدن الكبيرة في العالم تعطينا معلومات حول التوقيت الفعلي مثلا الوقتاش الميترويجي إذا عاش وقته وإذا فهم روتار كذا يحل تطبيقه على تليفون وتعطيه معطيات حول التوقيت بالضبط متاع الميترو ولا متاع التران مبادرة تمثل تفعينا لتعهدات خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة وتوجهات المخطط الخماسي لتطوير قطاع النقل الذي ينص على دعم الشفافية من خلال تطوير بوابة للبيانات المفتوحة شراكة الحكومة المفتوحة هي مبادرة دولية انضمت لها تونس في 14 جنة في 2014 وهي كانت دولة عدد 65 وتوحلين 80 دولة وفي إطار المبادرة الدولية هذه تونس مطالبة كغيرها من الدول أعداد خطط عمل وطنية كل سنتين وفي إطار الخطط العمل الوطنية هذه يتم ضبط مجموعة من التعهدات التي تكون مختلفة وتشرك مختلف القطاعات على المستوى الوطني وحتى المستوى المحلي وتم خلال الندوة الصحفية توقيع اتفاقيات تعاون بين الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وكل من وزارة النقل والشركة الجهوية للنقل بمدنين والقيروان وصفاقص اتفاقيات تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية والمرافقة في نشر المعلومات في إطار برنامج أنشر أخبار العالم نبدأها من ليبيا حيث قتل خمسة أشخاص في هجوم وصف بالإرهابي استادف فجر اليوم مقرات حكومية من بينها مركز للشرطة بالجفرة جنوب شرق طرابلس وفق مصدر عسكري وقد نفذ الهجوم عدد من المسلحين كانوا على متن ثماني عربات المسلحة وقموا بحرق المقرات الحكومية استنادا إلى المصدر ذاته وتسيطر قوات الجيش الليبي بقيادة المشير الخليفة حفتر على الجفرة منذ جوان 2017 بعد طرد مجموعات المسلحة كانت تسيطر عليها وعن آخر مسجدات تحطم الطائرة الأندونسية قال مسؤولون في وكالة البحث والإنقاذ أنه تم انتشال أشلاء بشرية وأنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة التي سقطت في البحر والتي كان على متنها 189 راكبا العثور على أشلاء بشرية وعلى أجزاء من حطام الطائرة بوينغ 737 تابع لشركة طيران لينير الأندونسية التي تحطمت في البحر والتي فقد الاتصال بها بعيد 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار العاصمة جاكرتا في رحلة داخلية وعلى متنها 189 شخصا بمن فيه مفراد طاقم الطائرة كما قال مسؤولون في وكالة البحث والإنقاذ الأندونسية وكانت التقارير الأولية فادت أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة بانكال بينونغ بجزيرة سومترا وبعد دقائق من إقلاعها وطلب الطائرة لارتفاع من مستوى تحليقه تجنبا لسحب كثيفة اختفى آثر الطائرة لتتحطم لاحقا في مكان غير بعيد عن الساحل على عمق من 30 إلى 40 متر ومع أن تقارير ظهرت طائرة الاندونسية المنكوبة كانت أحدث طائرة تنظم للسطول حيث دخلت الخدمة قبل شهرين فقط عقب استلامي من شركة بوينغ الأمريكية وهي طائرة الأكثر مبيعا للشركة والعمود الفقري لشركة طائران الناشئة حول العالم وأن تاريخ شركة لاينار يخلو من حوادث سابقة غير أن للنقل الجوي في اندونسيا قائمة طويلة من الحوادث في البحار وعلى اليابسة ومن بينها عام 2005 من احتراق طائرة تبع لشركة مانديلا سقطت بعيد إقلاعها في حي سكني بمدينة سومترا في أخبار الرياضة وبعد أن استقبل منافسي في الجولات الفارطة بملعب رادس سيعود نادي حمم لمف للعب على أرضية ميدانه بعد غد الأربعة وذلك عندما يصضيف النجم الرياضي الساحلي في مباراة المؤجلة لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابط المحتلف الأولى لكرة القدم اللقاء سينطلق على ساعة الثانية والنصف ظهرا وسيديره الحكم الدولي وليد أجريدي حجز نادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي مكانه في نصف نهاية بطولة ألنديا العربية لسيدات لكرة السلة في نسخاتها العشرين والمقامة منافستها بمدينة أسكندرية بمصر عقب فوزه اليوم في ربع نهاية على النصر الإماراتي بثلاث وثمانية نقطة لثمانين واربعين نهاية النشرة مشاهدين الكرام والتذكير بأبرز مجافية في هذه العالم امرأة تفجر نفسها في شار الحبيب بورغيبة وسط العاصمة وإصابات بين الخفيفة والمتوسطة لخمسة عشر عمليا وخمسة مدنيين من بينهم طفلان انطلاق تزويد مدينة ساقير سيد يوسف من ولاية الكاف بالغاز الطبيعي بداية من غرة ديسمبر المقبل وفق اتفاق تونسي جزائري تحطم طائرة ركاب بعد اقلاعها من مطار العاصمة الاندونيسية جاكرتا ومقتل جميع ركابها المئة والتسعة والثمانين وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرهم من الأخبار على بوابة تلفزة تونسية تونسيا تيفي نقطتها نشكر انتبهكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر